احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة في كتير من احيان الناس ما بتلتفتش اليها بس بيكون اثارها وخيمة على تربية اولادنا احنا مازلنا مع بناء اولادنا كل حلقات يوم الاتنينة يا حلقات يلا نبني نبني ايه؟ نبني الخير، نبني الرحمة، نبني البساطة، نبني الوسع في اولادنا لان دوت هو اللي ده اللي هيفضل هو ده اللي هيفضل لان هو دوت اللي بيخليهم متصلين بالله هو دوت اللي ربنا خلق عليه الكون هو دوت اللي خلينا متصلين بسر وبيوضحون حضرة النبي وسنة ما كان لله ده ما اتصل واكتر الحاجات اللي هي لله هي اللي بتخلي الانسان يخرج احسن ما فيه وعشان كده لازم نلاحظ ان في اوقات من كتر حبنا وخفنا على عياننا بنشد عليهم احنا حتى بنسمهم كده بنشد عليهم كلمة بنشد عليهم دي كلمة بتذكرنا بحاجة ما كانتش بحبها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهي الشدة فبنشد عليهم قال ايه عشان نقوى عودهم ونخرجهم رجالة ونخرجهم بنات جدعات واسقين من نفسهم وعلى درجة معينة من الاخلاق والدين بس بعدين بنكتشف ان عودهم مش بيقوى لكن اوقات كتيرة العودة بينحني وساعات كمان بيتكسر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اصل مختلف في التربية احنا لازم نعيشه ولازم نكرسه فينا علمنا اصل من اصول الحياة كلها الاصل لا بيقول ايه حضرت النبي قال لنا ببساطة خالص وهو في تمام الاضاحة صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة بيقول لها ايه يا عائشة ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة هنا معنى ايه ما كان الرفق من شيء الا زانة مش يعني عبارة عن كفر كميل ما بقاش غطاء جميل لا لا ما كان الرفق في شيء الا زانة يعني اخرج افضل ما فيه وما كان وما نزع من شيء الا شانة يعني ما نزع الرفق من شيء الا واخرج اسوأ ما فيه اذا الشدة والتشدد يا سادة مش تربية مش هي دي التربية بتاعت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن التربية في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في المدرسة المحمدية بتقول ايه ان التربية هي التربية الرفيقة فالتربية بالرفق ميزان وزينة ميزان يعني ايه ميزان ميزان يخلي الأولاد أقرب إلى السواق والاتزان وزينة يعني الرفق يخليهم ومطبعهم يطلعوا بن قدمين الرفق ده يزينهم بأجمل الأخلاق ومكارم الأخلاق وأحسنها كل ما الإنسان يبقى قريب من الرفق كل ما يكون قريب من مكارم الأخلاق وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وعشان كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين احنا بقى إيه اللي عندنا تعال نشوف أحوالنا في أهلها يقولوا يا مولانا لو تعاوننا بالرفق بالرفق اللي حضيك بتتكلم عنه ده مع أولادنا هيبوزوا عمر ما كان الرفق بيبوز على فكرة يبقى أنت مش فاهم الرفق اللي أنت بتقول عليه ده هو التفريد في المسئولية الرفق حاجة تانية غير أنك تفرط في المسئولية اللي احنا استلحنا على تسبية الدلع الدلع ده تفريد في المسئولية الرفق مش كده خالص الرفق مش التساهل والتساهل بيساوي التشدد في الإضرار على أولاد على فكرة والتساهل هنا ده اللي احنا بتكلم عنه ده مش جاي من السهولة التساهل ده جاي من التفريد في المسئولية ولو كانت التربية المتشددة بتصلح نفس الإنسان وبتهزبه وبتربيه كان أولى الناس بيها حضرة النبي اللي قال لنا ما تركتوا من خير إلا وتألتكم عليه بس واضح إن الشدة ما تنفعش في الدين ده وما تنفعش في التربية وعشان كده يجي غلام لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقلوا يا نبي الله أتأذنوا لي في الزنا فصاح الناس برسول الله هوا دولة بتعشد إيه اللي انت بتعمله ده إيه انت لو متصور إيه اللي بيحصل في حياة الصعبة إيه اللي انت تجرؤ اللي انت تقولي الكلام ده لحضرة النبي وفين الأدب وفين الأخلاق حضرة النبي معانيش كده حضرة النبي فقال له بكل رفق وحنان إيه اللي حاصل بقى أنا قربوه شوف حضرة النبي إليه اللي انتوا قاعدين بتهزقوه ده قربوه تعال مش يبعدوه تخيل كده هو جاي أنا عايزك بتتتخيل وهو جاي بيقرب من حضرة النبي هيعمل فيه إيه هيضربني هيجلدني فرا حضرة النبي مش بايس قاله قربوه يعني إيه سبوهولي يعني بعيد وبيض عنه فلما اقترب من رسول الله الصالح قالوا ادنوا مني قرب مني عشان إيه وكأنه بيكلموا إيه بيكلموا كلام الود كلام الأسرار كلام المحبة فقال له ادنوا مني حتى جلس بين ايدي رح قاعد من بين ايدان حضرة النبي وانا ملقوا كإني أرى حضرة النبي وهو مقرب منه كده قال أتحبه لأمك فقال لا شوف باه حط هو انفعل وإن اللي حاصل بقى حسب قرب حضرة النبي فرح معبر بتعبيد قال لا جعلني الله فدائك قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم أتحبه لابنتك قال لا جعلني الله فدائك قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أتحبه لأختك قال لا جعلني الله فدائك فقال صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يحبونه وبعدين حضرة النبي رح وضع يمينه عليه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحسن فرجه فالغلام ده بيقول إيه فلم يكن شيء أبغض إلي منه يقصد الزنا شايف إيه اللي حصل فيه حاجة إحنا بنخاف على أولادنا من إن أخلاقيا أكتر من دي فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملش كتر قدمناه النموذج العمل لتربية الناس في أسوأ المناطق اللي إحنا ممكن نتعرض لها لما بننا يجي يقول لنا أنا عايز أرتكب أقبع حاجة بنشوفها